هنروح لأخبارنا وزيما تعودنا بناخد أخبارنا جوه النادي الأهلي الأول اللي بتبقى معنا كرة اليد في الطليعة عندنا طبعاً فكرة اليد الكابتن طريق محروس والفريق الأول مدير الفاني طبعاً الفريق الأول لكرة اليد بيستعد الأصحاب الجياد في كأس مصر يمكن طبعاً بعد ما البطولة اتأجلت اللي فاتت بقى فيه وقت إنه يحصل نلعب كأس مصر في دورة 16 هيتلاعب ساعة 4 العصر يوم الجمعة جاي على ساعة قوات المسلحة بالإسكندرية المطش هتلاقي في التوئيد ده بعد ما لجنا طبعاً أجلت المطشين وهنليلنا كلام في الموضوع ده بس نخلص الخبر إنه طبعاً كان فيه مواجهتين من السنة اللي فاتت تم تأجيلهم لحين البت في مركز تسويات حكيم الرياضي في أمرهم فريقتنا بتحتل المركز التاني في ترتيب العام لحد دلوقتي برصيد 31 نقطة وهو نفس رصيد نادي الزمالك واللي موجود في الصدارة بفضل المواجهات المباشرة وبشكل كبير جداً يعني لقاء الأهل والزمالك اللي هو تقريباً 6 خمسة آه آخر رسمي آخر مطش في الدوري رسمي يكون تقريباً 6 مايو على ما أتذكر لو أنا أقول حاجة غلط يا جماعة سأحاولي 6 خمسة المطش ده هيبقى هو اللي حادث بشكل كبير بطل الدوري لو لم تتعثر أي فرقة في النص وبرضو حتى لو تعثرت فرقة في النص المطش ده لا يخلص برضو لأن هيبقى فرق نقطة برضو لو كسبت يبقى فيه مطش فايسا لأن أصد أقول لك أنه المطش ده ولا يحسن بشكل جميل لأنه آخر مطش في الدوري هيبقى نهاية الدوري فطبعاً كابتن طريق محروس أكيد بيستعدوا الرجالة بيستعدوا للمبرادة لأنه حقيقة هم بازلين مجهود كبير جداً وإحنا وقفين في دهرون بشكل جامد لأن إحنا عارفين قديل مجهود اللي بيبذل في الفرقة دي والحمد لله الفرقة مكتملة كان عندنا محصر رمضان يتصاب في المطش الأخير بس هو هيبقى جاهز للمطش الشمس بنتيجة تلاتين ستة وعشرين تلاتين ستة وعشرين وكان المطش بيتلعب في صالة نادي الشمس بمصر جيدة وبالفوز ده فرقتنا عندها خمسة وتسعين نقطة بعد ما فوزنا واحد وتلاتين مطش وتعادلنا في مطش واحد مع الزمالي إحنا كده ضمننا الصعود لطبع دوري السوبر هيكون معانا سبورتينج والشمس المطش أو المركز الرابع لم يحدد بعد يعني مستنيين نتائج المرتبط الفين واربعة عشان يتحدد من الفرق الرابع اللي هتلحق بكتار السوبر بين الطيران ونادي الزمالك المركز الرابع فرقتنا في الدور النهاية هتبقى متصدرة ترتيب برضو لان طبعا هي مطلعة اول فهتبقى مطشطها الحمدلله بشكل تدريجي وهتتلعب النهايات على شكل دورتين مجمعتين